السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل التحية أحباء عدل فتح والنبي ما تنسوا اللايك والدعم أنا شاكر لكم كل التحية وكل الاحترام لكم النهاردة دخلنا في القطة الشرازي بتاعة تونة وعايزة تسميها كيتي ولا توكا ولا فلة أنا فأقول فلة وهو كله بحرف الفا يعني فلة حلوة بأشارة تبقى حلوة يعني طيب الناس النهاردة مفيش تفتح الحنفية تلاقي فاتن نازلة منها قطة فاتن القطة الشرازي هل فاتن تقصد حاجة لا لا خالص لا لا تختلف تتفق مع فاتن ويعجبك محتوها ما يعجبكش محتوها أو محتوها ضعف بعد ما حصل يعني تبعد عن زوجها أو كده دي سنة الحياة طبعا لأنها لسه لأنها شغلة فردة واحدة وكذلك برضو زوجها برضو أكيد نسبة المشاهدة عنده اتأثرت نتيجة أنهم كانوا بيشكلوا سنائي جميل جدا ما كانش ينفع أنهم يتفرقوا ولكن الظروف أتت فبالتالي بيحصل للقنوات دي عصرة ولكن بتعود تاني بعد فترة لازم إذا كان اليوتيوبر كويس هيقدر يقوم القناة تاني إذا كان اليوتيوبر مش محترف وعنده استخفاف بمشاهدينه ومعندوش تطور أو تيكتيك اللي يبقى القناة هتقع منه لا محالة اللي أنا شايفه معلش ما تزعلش مني فاتن إن القناة بتاعتها المؤشر بتاعها نازل ما تزعلش مني ده مش هتدام أنا برضو قناتي كانت نزلت وأنا عارف إنها كانت نزلت بس أنا كان عندي شيئة مشاكل وكت في مجغول شوية بانتخابات مجلس النواب ولكن لما خلصت حاولت إن أنا أرجع أروح فيها وبيبقى صعب جدا على فكرة لما يبقى القناة ماشية وطلعة كويس وبعدين بتسيبها إنت مثلاً أربعين يوم أو بتهملها أربعين يوم لما بتيجي بتبدأ أكنك لسه بتبدأ تاني من نقطة السفر طب بالنسبة لزوكها السابق هل قناته أو نسبة المشاهدة عنده آه قلت برضو نتيجة بعض الأخطاء اللي وقع فيها نتيجة الدعم اللا محدود اللي بيعدمه لكل الناس وعلى حسابه وحساب صحته وحساب وقته ومحدش بيدعمه معلشه محدش يزعل منه كل واحد بيقرب من عم فاروق يعني على المفتشر بيبقى هدفه مصلحته هو عايز دعم هو عايز منتدى هو عايز عم فاروق يجيب اسمه هو عايز عم فاروق يروح له هو كله مصالح 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 فبالتالي ده بيبقى على حساب القناة وعلى حساب مصدقية القناة فعلشان كده ممكن القناة بتتأثر واللي احنا شايفينه ان قناة بالفعل عم فاروق زي انا قناة ما تأثرت القناة عم فاروق تأثرت وقناة فاتن يعني تأثرت قنوات تأثرت بس كل واحد عنده مشكلة انا كانت مشكلة اللي 40 يوم بتوع انتخابات مجلس النواب فاتن لانها مش لائية توبك او مش لائية محتوى تيمشي عليه فهي سوري في الكلام بتعمل سبك لما طمر هندي عم فاروق معتمد على البس وبدأ يتجه للروتينات وانا بقول له بلاش الروتينات يا عم فاروق لانه هتبقى انت اول رجل في مصر بيعمل روتينات وده هيبقى غلط جدا على المصدقية وفي ناس هتزعل جدا الناس متعودتش منك روتين اه انت كنت بتعمله كروتين مع زوجتك الروتين اليوم يشوفه الزوج بيساعد الزوجة في المطبخ والكلام ده ده كان مقبول انما دلوقتي ده حياتك فانت بتعرض حياتك فهيبقى صعب جدا على تقبله من الناس انت ممكن تدخله من غير ما تقول ده روتين يعني تدخل محتوىك اللي هو في البيت والطبخ والكلام من غير ما تقول ان فاروق بيقدم روتينات خاصة ان ممكن انت لك اعداء وهم كصر ممكن اعداءك يقولوا ايه هو حيطلع يورينا مش عارف الكوارع بتاعته هو مش عارف ايه هو وهنرجع طيب عشان ما نخدش طيب فاتن مسكل قطة الشرازي وحطها على كتفها وبتدلحها ها 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 ليه ها بتعند بتعند مين ها مسامع ها كان عندها الاسد والنمر من هو اه ماشي ماشي لا 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 خالص ايوة غريزة الامومة فاتن حاليا عندها غريزة الامومة فاتن بالفعل وجود القطة الشرازي الايراني القطة الشرازي طبعا ده ايراني ما حدش تكلم معايا فيه القطة الشرازي مايرتبطش بموضوع القطة وقناة ام بي سي لا ده حاجة والله ما تقصده خالص لان فيه ناس قالوا لي ده الكلام لا 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 ده احنا بعيد خالص عن هذا الموضوع طيب هي ليه اه رفع القطة كده لانها عايزة تبقى ام واضح انها خلاص زي ما بيقولوا خلاص عايزة تبقى ام وربنا يوفق لها بس انا كان نفس الامور تخلص من غير يعني اه حاجة كانت تخلص في قعدة لكن الخير فيما اختراه الله ان شاء الله ربنا يوفقها طب القطة الشرازي ده هو على فكرة قط الشعر حيبقى كسيف جدا هو بيبقى خليط من التركي والايراني بس هو في الاصل هي السلالة الايرانية قطة من افضل القطة انا كان عندي قطة سيامي وقطة اللي يعني ذكر وانتها سيامي وكان عندي شرازي هي بتقول جاي باب 300 جنيه والحاجات بتاعته بربعه 100 جنيه بس انا كنت من زمان يعني كان عندي القطة دي من زمان والاولادي كانوا صغيرين يعني كان عندي الاولاد اربع سنين خمس سنين ست سنين يعني الكلام ده من 30 سنة الـ 32 سنة في ايامها ما اعرفش واحد وجاوبولي برضو قولولي يا جماعة كل الناس اللي في الوقت ده ما احنا برضو في الوقت ده ولا كان في نت ولا كان في فيسبوك ولا كان في تويتر ولا كان في يوتيوب ولا اي حاجة قالوا ان القطة دي بتجيب مرض اللي هو السقاطة يعني بتسقط الانسة يعني هل بالفعل ان القطة بتجيب المرض ده ولدى ظلم وتجنيه لان في ناس اللي يام دي وانا بقول لهم الكلام ده قالوا الكلام ده عاري تمام من الصحة وكل دي هو شعال فانتو تقولولي برضو عشان خاطر لو كان موضوع القطة ما فيهش اه يعني حاجة بالنسبة للسقاطة لان برضو انا عندي مثلا بناتي وكده وكلام من ده ويبقى حرام ان انا حطه وكده يبقى انا فعلا بالفعل نفسي اجيب اه جوز اه قطة ذكر وانتيا ويبقوا معانا حتى في الشقة لان احنا بنوعد بالخمساشر يوم مفيش محنا يبقى يبقى القطة القطة الشرازي هناك وانا معايا القط اه اللي هو ايه السيامي فانا بيكتبولي لو فعلا مفيش خطورة على اي حد من الامراض دي يبقى تمام وهل القطة طلهم علاقة بناء الكورونا لان انا سمحت برضو ان الحاجات دي الحيوانات الاليفة بيبقى لها علاقة في القطة وان فيه بعض الناس بيقولوا ان فيه قطة وكلاب نقلوا لعدوة الكورونا طبعا احنا في مصر كل الخرابات الواحد بيمشي بالليل تلاقي الخرابة ولا عندكم الزبالة فيه بالمليون قطة وكمان حاجة صعبة اوه انا مش عايز افسر انتم فهمين بها طبعا طيب بالنسبة للأسباء انا ارى كيتي توكا فل التلاتة حلوية خليها توكا خليها كيتي طالما انتم لتلها كيتي يبقى مش هتقدر اتغيريها وخلاص انا بقول كل التحية لمحبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته